التحذير من الاغترار بالدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر التحذير من الاغترار بالدنيا التحذير من الاغترار بالدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وأنها مثال في حقارتها كمثل الغيث الذي أنبت الأرض ثم يبست هذه الأرض وذهبت هذه النظرة وأصبحت هشيما ثم حطاما الدعوة إلى العمل للآخرة واستثمار الدنيا فيما يقرب إلى الله عز وجل النظرة الاعتدالية والوسطية للدنيا الناس في الدنيا ثلاثة يعني نظرتهم للدنيا إما واحد خلاص بطر بطر في هذه الدنيا وألهته عن الطاعة والعياذ بالله وهذا شأن الكفار ومن سار على منهجهم في النظرة إلى الدنيا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام لكن النتيجة والنار مثول لهم والنوع الثاني العكس ترك الدنيا وأصبح يمكن عالها على غيره ترك الدنيا تماما يعني لا يبيت ولا زواج ولا وظيفة ولا عمل وهذه المشكلة أنه قد ينظر إلى هذا تعبدا وهذا ليس بصحيح والمنهج الوسط أنك تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك تجعل الآخرة في قلبك وتجعل الدنيا في يدك تستثمرها في طاعة الله عز وجل اشتركوا في القلب